زكاة الورد شبه مين؟ يعني الناس لما هتبدأ تشوفها هتقول لهم ده قريب من اللعب كذا وانت شايف انت مميزاته كذا هو تفندر ستة كويس جدا كويس جدا وظهر في السن وبيلعب لعب فترة في الرجاء اكتسب خبراته وانتعرف الدورة المغربية الدورة قوي برضو 100% ورجاء فرقة كبيرة او فرقة كبيرة عظيمة يعني فوجوده ان هو يلعب أساسي فرقة زي الرجاء مع صغر سنه وبيلعب ستة يعني بالنسبة 90% صح وثمانية بالنسبة مثلا 20% 30% انما هو ستة ستة واحنا محتاجين المكالب بس هو كمان ستة من اللعبة الستة اللي تقف طلع كورة لعبة الكورة يعني بيتصرر فيها صح بيستلم صح الستة المتطور ستة على تمانية بس هو ستة اكتر صح الناس طبيعي طبيعية الحال بسرعة يحطوه في مقنم عشب من شرق اول ما هي لعب لا هو اسلوب لعب وطريقة لعبه مختلف تماما ايوهاي دي النقطة لا اسمع مجد هو بيلعب في اللفت وبيلعب في الرايت عشان يقفل لجوه وبيلعب سنترفير وبيلعب بدمه كويس جدا يعني عنده ثلاث اماكن خلي بالك لما تيجى انت مدير فني يطرد عليك حد في تفاصيل ما يشوفهاش الواحد شغال في المجال يعني انا خصوصا ان انت كهيت كوتش هتمرن خمسة وعشرين لعيب بس او اربعة وعشرين لعيب اثنين وعشرين لعيب وثلاثة جوان او واحد وعشرين لعيب هو المدرسة البرتغالية ما بيمرنوش في الملعب داخل الملعب الثمانية وثلاثين زي كارتلون الثمانية وثلاثين لعيب فالكوالاتي بتاع التدريب هيختلف جوه الملعب هو لا هو بيقلل عدد وجهة نظره ايه طالما فيه قطاع ناشئين نادي الزمال جدان الكبير وفيه قطاع ناشئين وعملين مسابقية واحد 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 والفين وتلاتة والفين وخمسة فممكن اشتغل بعشرين لعيب بس ايه كوالاتي هايل لو احتاجت هاخد من ايه هايل من القطاع لان انا عناية المساعدين بتاعه عناية على القطاع تاعه والحركة قلتوا من شوية دوت عشان يوضح برضو فكرة انه الراجب بيفكر انه اللعب اللي هيجيبه يكون بيلعب فقط من مركز اكتر من مركز احتاجته هنا احتاجته هنا هلاقيه عندي نقص هنا هاقده هنا زكريا هيلعب فين هيلعب في ستة طب لو احتاجته في ثمانية امام بيلعب فين هتلاقي معظم لعيب اتنادي زمالك بيلعبه في اكتر من مركز بنفس درجة الايجاد زيزو بيلعب فين نحت الشمال نحت اليمين ممكن يلعب بتمانية بيلعب نص ملعب اه تلاتة اه متفاوتة بس قريبين من بعض هو طريق التفكير فريرة كده امام اذا ما لك هيجيب كم لعب كمان يعني كان امير قال لي اخر مداخلة بيننا انه هيلعب في خمسة ستة لعيبة زي ما قالت امير خمسة ستة مش اكتر لان انت برضو عندك لعيبة مجموعة لعيبة صغيرين طلع وفيه اصطفت تاني موجود خلي بالك في الفين وثلاثة العيبة كويسة جدا اللي لعبه المطش الاخير طبعا الجمهور ما يظلمهمش لان دي العيبة كويسة جدا وكلهم لما تحطوا مع بعض مفيش خبرات بينهم تقدر تشيلتا لكن هما في الاساس العيبة كويسة لو تحطوا في ظروف افضل مندي مع فرق الاساسية هيبقوا برضو زخيرة الحية بالنسبة الناتزة مالك في السنين اللي جاي هو ادى زخيرة خمسة ستة سنين انا